نحن لا ندعي أن المسيح ملاك ولا ندعي أن المسيح رجل عظيم كويس ولا ندعي أن المسيح نبه عظيم ولكن دائما نقول أن المسيح هو كلمة الله المسيح هو المخلص المسيح متميز فريد لا مثيلة له وهذه النقطة كثير كثير مهمة لأن اليوم في نوع من التنازلات في بعض الأماكن أو الأوساط المسيح كيف ممكن ترد على هذه التنازلات؟ أكثر حاجة أحبب أحطها في المباشرة في حديثنا النهاردة نحن لنفصل الله في ثلاثة آلهة نحن لا نعبد ثلاثة آلهة نحن نعبد الله الواحد هذا مفهوم طبعا بعض الناس عندهم للأسف يعني من خلفيات أخرى هذا التوجه اللي هو بيفصل شخص يسوع المسيح وبيفصل روحه وبيفصل الله الآب عن الأمر وبيقول يا من تعبدون ثلاثة آلهة أنا حابب أن أحط هذا في الحديث وبعد كده حرد على الجملة الجميلة اللي حضرتك طلبتها يعني عظمة الله الذي نعبده الممتلئ محبة لنا بكلماته وبأيضا كمان بروحه عظمة الله اللي إحنا نهارده رأينا مجده مجدا في يسوع المسيح ما كانتش تنفع أنها تصل لأزهننا الله العظيم ما كانش ينفع يدخل إلى أزهننا المحدودة إلا لما شفنا يسوع المسيح كان لابد أن يتجسد لما رأى أنه الأمر حتمي أنه ييجي للأرض عشان يوصل لنا عظمة الله الذي نحن له كان لازم ييجي وكان لازم نشوفه عشان كده لم يسعى يسوع المسيح في أي مرة أنه يكون ملك أو أنه يأخذ شيء أرضي مرة الشيطان جي قال له شايف ممالك الأرض اسجد لي بس وأنا أديك كل الممالك دي طبعا يعني ده يدينا التوضيح الشديد الخطة اللي شغل بها عدو الخير عندي ناس كتير لكني أقول في منتهى المباشرة نحن نعبد إله واحد مثلث الأقانيم محطوط لنا في عظمته في محبته عن مثلا الله المحبة شيء بالشيء يذكر هل تتخيل إنسان غلط في حق الله ييجي الله نفسه عايز من كتر حبه عايز الإنسان ده عارف أنه بيخطئ لأنه خطاء زي ما قلنا لكن عايز يحتويه وعايز يرجعه ليه فييجي هو اللي يمد إيد المصالحة بيسوع المسيح هو يصالح ويسامح ليه كل هذا الحب ما كان يقدر يفني الإنسان ويخلق خليقة تانية جديدة غيره وخالص زي ما كان عايز يعمل في نوح وقت نوح لكن خلى فيه هذا الفلك فلك النجاة يسوع المسيح واللي فيه محمي ومغفور الخطايا اللي بيصدقوا فرجعا للموضوع ببساطة قلب أنا النهاردة بقول من هذا المنبر ومن هذه النفذة يسوع المسيح ليه كل المجد جئ حكالنا عن الله الآب وحكالنا عن عظمته وحكالنا رأينا مجده مجدا كما لوحيدا من الآب زي الكلام الجميل اللي كنا بنسمعه والنهاردة الموضوع محتاج أن واحد يفتح ذهنه عشان يستقبله مش أنه يوجد التحدي عشان خطر يرد عليه لا محتاج يفتح ذهنه عشان يستقبله إن أراد الإبن أن يعلن له مزبوط فإحنا أصلي من قلبي أن حبيب المشاهدين يكونوا النهاردة عندهم الاستعداد أنه يقبل فكرة يسوع المسيح فيقبل نعمة يسوع المسيح ويقبل محبة الله الآب بروح القرص رب وهو منذح عن الكذب قال أنا والأب واحد ودي تأكد الفكرة أنه أعلم بوضوح شديد أنه هو والأب واحد في الجوهر ومتثاويين في الأكنومي يعني لما قال أن الله أبوه اليهود برضو فهموا أنه هو كده معاذل نفسه بالله أرادوا أن يرجموا لأنه عاذل نفسه بالله طب هو واحد مع الأب ولا مثاوي للأب ولا لتنين لتنين واحد مع الأب في الجوهر مثاوي للأب في الأكنومي موسيقى موسيقى اشتركوا في القناة